مرحبا أصدقائي شلومكم هلو كل الهلي بيكم الفيديو اليوم العيد قرب يا جماعة وكل عامه انتو بألف خير وصحة وسلامة مقدما وما يحلو يكمل مصباح العيد بدون وجود القامر العراقي على سفرة الريوق مالتنا طلبتوا من عندي طريقة تحضير القامر بدون استخدام حليب الجاموس لأنه مدائما متوفر فتعالوا اليوم نسوي قامر خطير وبمكونا فقط ورح ينجحوا إياكم إن شاء الله من أول مرة وطعمه يجنن بس قبل ما نبدي أتمنى تشتركوا بالقناة وإذا حبيتوا الفيديو خلونا لايك من إيدكم الحلوة نقول بسم الله ونبدي لتحضير القامر العراقي مالتنا اليوم ما رح نحتاج إلى حليب الجاموس مثل ما سوينا بالفيديو السابق رح نسوي اليوم باستخدام حليب بقر كامل الدسم ممكن تستخدمون الحليب مات الباكيتات أو ممكن تجيبون حليب بقر يفرش وتستخدمه المهم إذا استخدمتوا حليب الباكيتات لازم يكون كامل الدسم كمية الحليب يوازيها ويعادلها كمية من كريمة الخفق وليس كريمة الطبخ لا كريمة الخفق اللي منه خفقها أصير كريمة نقدر نزين بها الكيك والحلويات فعندي لتر من الحليب كامل الدسم يعادل لتر من كريمة الخفق وكريمة الخفق متوفرة بالأسواق وسعرها جدا مناسب كريمة الخفق تختلف عن كريمة الطبخ لأنه نسبة الدسم بيها عالية لذلك رح نضيفها ويا حليب البقر على مود تصير كمية الدسم الموجودة بالحليب ممكن أنه من خلالها نحصل على قيمر مثل ما تعرفون احنا بتحضير القيمر العراقي نستخدم حليب الجاموس لأنه يكون دسم وكمية الدسم اللي بيه ممكن نستخلص من عندها القيمر الطيب مالتنا فاليوم رح نسوي حليب البقر دسم أكثر بإضافة كريمة الخفق ومثل ما شفته خلطت الكريمة مات الخفق كوية الحليب وخليتها على نار متوسطة ورح أستمر بالتحريك بهشكل هذا إلى أن يبدي عندنا الحليب يغلي وهاي الخطوة كلش مهمة أنه نستمر بالتحريك على مود الحليب مالتنا ما يحترق وأنه يوصل لهاي المرحلة أنه يبدي يغلي بعد ما يبدي يغلي رح نطفي وننقل على أصغر عين بالطبخ ونخفف النار جدا ونبدي باستخدام الجامجامة المنقول بالعراقي أو المغرفة مات الشربة نرفع الحليب وننزله بهالشكل هذا اللي إذا شوفوا هاي الخطوة تأخذ ويانا من عشر دقايق إلى ربع ساعة جدا مهمة هذه رح تخلي كل كمية الدسم الموجودة بالحليب ترتفع على سطح الحليب وبالتالي تنطينا طبقة القيامر الطيبة طيب بعد ما كملنا هاي الخطوة رح نترك هسة جدر بعد بدون أي تحريك رح نخليه على أصغر عين بالطبخ على نار جدا هادئ لمدة 45 دقيقة مثل ما اتفقنا خلال هاي المدة أبدا ما نحرك بعد سطح الحليب مالتني على مود ما نخرب الشغل اللي سوينا رح نتركه 45 دقيقة بعدين نرجع له وهذا هو شكل الحليب مالتني بعد ان تركناه على نار هادئ لمدة 45 دقيقة رح تحسون انه لونه مائل للصفار هذا الشي كلش طبيعي لأنه احنا دا نستخدم حليب البقر وليس حليب الجاموز طيب هسة بهاي المرحلة طفيت آني النار وأخذت الجدر ماتي بهدوء وخليتها على الكاونتر مات المطبخ رح أخلي عليه سيفاية به شكل هذا ومنديل نظيف مع المطبخ وبعدين أغلفه كله زيان بالبطانية وأدثرة مثل ما قلت لكم مراحل إعداد الجامر هي انفورة اندثرة انبردة فاحنا هسة وصلنا مرحلة اندثرة وهاي المرحلة ويا هاي الطريقة ما تحضير الجامر رح تستغرق ويانا وقت أقل من المعتاد رح نغلفه به شكل هذا ونكتم عليه بالبطانية لمدة ساعة وحدة فقط بعد مرور هاي الساعة رح نرفع البطانية ونبقي الجدر مالتنا مغطة فقط بمنديل مال مطبخ أو خاولي يعني فالشي خفيف على مود يفقد درجة حرارته ويصير بدرجة حرارة المطبخ يعني مو مثل من ما سوينا بطريقة تحضير الجامر بحليب الجاموز مرحلة التدثير تحتاج فترة أطول لأ وبهاي الطريقة رح تاخد ويانا وقت أقل هسة هنا برد عندنا الحليب وصار بدرجة حرارة المطبخ رح ناخد الجدر مالتنا ونبقي ليلة كاملة بالثلاجة أو حتى إذا بقيتوا يوم كامل بالثلاجة يكون بعد أفضل هاي المرحلة هسة مرحلة التبريد وما يحتاج نستخدم بيها ثلج لأنه إحنا مسوين كميات قليلة ونقدر ندخلها للثلاجة وتبرد ويانا اللي يسوون الجامر ويبيعوه يكونون مستخدمين جدورة كلش شبيرة أو طشة شبيرة ويسوون بالجامر ما يدخل بالثلاجة فيستخدمون الثلج للتبريد لكن إحنا دنسوي كمية قليلة فما نحتاج الثلج بأي مرحلة من مراحل إعداد الجامر وبسم الله ما شاء الله أصدقائي شوفوا شكل الجامر مالتنا بعد أن تركنا ليلة كاملة بالثلاجة أنا تقريبا تركته 14 ساعة بالثلاجة بورد وتماسك وثاني يوم جيت بهشكل هذا باستخدام السكين أو أي حافة حادة حررت الأطراف مالت طبقة الجامر وبديت أقطعها بهشكل هذا اللي تشوفوا ملاحظة كلش مهمة عم زين ما نسيت أذكر لكم إياها حتى ينجحوا إياكم الجامر دائما استخدموا أدوات فافون بتحضيره جدر فافون تبسي فافون إذا حبيتوا تسويون الجامر رولاد مثل ما سوينا بالفيديو السابق ممكن بس حتى ينجحوا إياكم استخدموا دائما أدوات فافون لأنه ما تتفاعلوا يا الحليب وتحافظ على الجودة مادة والطعام وما تأثر على عملية تحضير أي نوع من أنواع الألبان دائما شوفوا معامل الألبان يستخدمون أدوات فافون بتحضير اللبن اللبنة القشطة فأنصحكم دائما حتى ينجحوا إياكم استخدموا جدر فافون أو تبسي أو قالب فافون مثل ما سوينا بالفيديو السابق إذا حبيتوا تسويون الجامر رولاد وبسم الله ما شاء الله سيطلقوا إياكم مثل الورد بشكل هذا اللي تشوفوا وطعمه والله رح تدعو لي عليه أنا هواية جربت طرق لتحضير الجامر بدون استخدام حليب الجاموس هذه هي أضبط طريقة والتوقيتات اللي نقيتكم إياها رح تطلقوا إياكم خطيرات لطبقة ماتي الجامر جربوها ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات واستهامكم العافية يا ربي مقدما إذا حبيتوا تشوفون طريقة تحضير الجامر العراقي باستخدام حليب الجاموس نزلت لكم الآن الفيديو قبل فترة رح أترك لكم الرابط ماتي في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق إذا حبيتوا تشوفوا وهسا شرح نسوي يا جماعة رح نشاهيكم شوية حتى تشجعون وتقومون تجربون الوصفة وتستمتعون بطعامها طيب وإذا حبيتوا همينة استوون الصمون العراقي بالبيت شوفوا بسم الله ما شاء الله نزلت لكم همينة قبل فترة طريقة التحضير ماتي بسهولة ويطلعوا إياكم مثل ماتي لأفران همينة رح أخلي لكم الرابط ماتي في صندوق الوصف وإذا أيضا حبيتوا تسوون الكاه العراقي أيضا طريقتها موجودة بالقناة تم سوي سوية ورح أخلي لكم الرابط ماتي في صندوق الوصف سويت التشاي وقبل ما تكتبوا لي التشاي مالتكم خفيف إحنا ما نشربه ثقيل دائما التشاي مالتنا بشكلها فعني اليوم غلبتكم قبل ما تكتبوا ليها بالتعريقات إزين تعالوا إسا نسوي هاي اللفة الخطيرة مالتنا المعتادة ناخد الصمونة بسم الله ما شاء الله شوفوا شكل الصمون من الداخل كأنما مال أفران جربوها للوصفة إن شاء الله تعجبكم وناخد شوية من القيمر وبسم الله ما شاء الله شوفوا الطبقة شون ثخينة وصدقوني طعمها كلش كلش طيب ما رح تفرقوه أبدا عن القيمر المعمول بحليب الجاموس سوت لكم آني هذا الفيديو بناء على طلبكم لأنه قلتولي إنه مو دائما متوفر حليب الجاموس ومرات تلقون حليب الجاموس لكن يكون مخشوش ممكن تستخدمون هاي الطريقة ومتأكدة إن شاء الله رح ترضيكم النتائج وتدعو لي وتعتمدوها دائما بهالشكل هذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو مالتنا لهذا اليوم وهنا قبل ما أختم الفيديو تذكرت إنه أشاهيكم بعد أكثر وناخد هذا القمع ما تصمونه وأكيد كلكم تصمون هاي الحركة واتغمزوا بالحليمات القيمر وتخلون عليه شوية الدبس وثامكم العافية أكيد لا تنسون إذا جربتوا الوصفة ترجعوا للفيديو وتكتبوا لرأيكم بالتعليقات بلا زحمة وتزوري صور تطبيقاتكم عبر صفحة الانستجرام الخاصة بالقناة وأشوفكم إن شاء الله الفيديو جاي ومع السلامة اشتركوا في القناة